اشتركوا في القناة سيكون عنا عدة تمارين في دلالات القسمة على ثلاثة وكمان بطرق مختلفة رح يكون عنا تلخيص وكمان عنا عدة اسئلة اللي هي متنوعة في دلالات قابلية القسمة على ثلاثة شو ما نحضر لليوم؟ دفتر وقلم وشوية الوان طبعا مفضل احنا مركزنا في الدرس اليوم على اللونين الاحمر والاخضر اذا مش موجودات تقدر تستبدله باي الوان اخرى نبدأ كيف عبدناكو دائما في عنا في بداية كل الدرس منبلش في فعالية صغيرة او قصة صغيرة قصتنا اليوم هي عيد ميلاد الرابح رابحه اه اصدقاءه كلياتها من الاعداد جميعهم من الاعداد اعطى اه قاعدة اساسية للأعداد اللي عزمهن على عيد ميلاده اه قاعدة رح نتعرف عليها مع بعض وانتو رح تكتشفوها في النهاي بعد ما نشوف كيف اه قام بوضع القاعدة الاساسية لاستدعاء او اه قبول الاعداد اللي بتها تفوت عنده على الحفل قبل بدل الحفلة حط القاعدة الاساسية فقط الاعداد التي تتلائم مع القاعدة الاساسية تشترك في الحفلة طيب وصل عندنا للحفل عشرة اعداد مختلفة الاعداد الملائمة للقاعدة نقوم بتلوينها باللون الاخضر طبعا نقوم بتبه هذا الاشيء في البداية باللون الاخضر والاعداد التي لا تتلائم مع القاعدة نشير اليها باللون الاحمر الاعداد الملائمة للقاعدة كيف حكينا منقوم بتلوينها باللون الاخضر من عيد والاعداد التي تتلائم مع القاعدة نشير اليها باللون الاحمر إذا بتطلعوا عنا هون لون أحمر العدد 56 بيقدرش يفوت على الحفل لأنه غير ملائم للقاعدة الأساسية طبعا قاعدة أنت بتنتبهوا وبفضل الأعداد باللون الأحمر تسجلوها عندكم على الضفر ليش؟ عنشان تقارنوا إيش الأرقام أو إيش الأعداد اللي بتفوت على الحفل وإيش الأعداد اللي ما بتفوت على الحفل الأعداد الخضراء بإمكانكم ما تسجلوها ليش؟ لأنه أنا راح أعرض لكم إياها قدامكم في الشرائح التالي بينما الأعداد باللون الأحمر مفضل إنكم تكتبوها عندكم على الدفتر إذن العدد الأول اللي هو باللون الأحمر 56 سجلوه عندكم سجلتوه حلو العدد الثاني هو 256 255 آسف 255 هو باللون الأخضر هذا العدد راح يكون نقدر نفوته على الحفل العدد الثاني هو 364 سجلوه عندكم 364 هذا معلم باللون الأحمر هذا ما يتلاءم مع القاعدة الأساسية اللي إحنا منا نكتشفها مع بعض العدد الوراء 102 102 ملائم إذن هو باللون الأخضر 37 غير ملائم باللون الأحمر سجلوه كمان مرة عندكم 37 30 على 450 عدد ملائم باللون الأخضر كمان مرة سجلوه عندكم الألوان اللي باللون الأحمر لأنه باللون الأخضر راح أعرض لكم إياها بالشريحة الأخيرة للفعلية 722 عدد غير ملائم سجلوه عندكم على الدفتر ممتازين 612 عدد ملائم باللون الأخضر 86 عدد غير ملائم للقاعدة الأساسية اللي بتفوت على الحفل حفلة عيد ميلاد رابح سجلوه عندكم كمان على الدفتر 86 هو عدد يتلائم مع القاعدة بيمكنكم سجوه بيمكنكم لا بس إيش أنا بفضل اللي باللون الأخضر ما تسجلوهين لأنه أنا راح أعرضين اللون الأحمر سجلوه إذن هاي الأعداد اللي أنا وعدكوا إنه راح أعرض لكم إياها إذا عنا كان 450 ملائمي 69 ملائم 102 ملائم تتلائم مع القاعدة 255 تتلائم مع القاعدة و 612 تتلائم مع القاعدة تبهوا في عندكم بالمقابل خمسة أعداد اللي إنتوا قمتوا بتسجيلها اللي لحقتوا تسجلوا لحقتوا بس إيش المهم عندي هون إسه تتطلعوا على هاي الأعداد اللي موجودة عندكم قدامكم باللون الأخضر إيش الإش المشترك بناتهم وأي إش مشترك إنتوا بتلاحظوا قوموا بمقارنته حتى في الأعداد اللي إنتي كمان سجلتها عندك إذا لا تتلائم مع الأعداد كمان سجلتها اللي هي غير ملائمي فدور على قاعدة اللي هي شاملة في الخمس أعداد هذول بنطيكوا دعيتين من إسه اتفضلوا حبايبي شوفوا شو المشتركون وحاولوا معرفة إيش القاعدة الأساسية لدخول الحفل عيد ميلاد رابح اتفضلوا حبايبي شكرا 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 طيب حبايبي بتمنى انكو توصلتو للنتيجة ولقيتو القاعدة الاساسية اللي هي على اساسها بتم ملائمة الاعداد ودخولهم للحفل اذا بتلاحظوا هون عنا اسف اذا بتلاحظوا عنا هون الاعداد متنوعية في عنا عداد ثلاثية المنزلي من ثلاث منازل طبعا عنا عداد ثنائية المنزلي فهون القاعدة ماركتطلع على المنازل او ما منطرق للمنازل او زوجي وفردي عندي اعداد منها زوجية واعداد فردية من جيلكم كنا نفكر بهاي الاشياء وكمان صف رابع انا بتوقع انكم كمان اضطرقتوا من عنوان الدرس لقابلية القسمة اذا بتلاحظوا هاي الثلاث اعداد قابلية القسمة من عنوان الدرس لازم تعرفوا انه اشي له علاقة به قابلية القسمة صحيح جميع هذه الاعداد تقبل القسمة على ثلاث بدون باقي اي انها من مضاعفات العدد ثلاثي كيف احنا ممكن نعرف العدد بدون ما انا اعد اعمل حساب قسمة طويلة او قسمة توزيع اللي احصل على النتيجة انا مجرد بدأ عرف اذا هو عنده امكانية او يقبل القسمة على ثلاثي او لا فعنا قائد اللي بتقول عندما يكون مجموعة ارقام العدد من مضاعفات العدد الثلاثي فان العدد نفسه ايضا من مضاعفات العدد الثلاثي شو معنا تذر حكي نوقد العدد ستمية واثناش على سبيل المثال ستمية واثناش اذا انا بقوم بجمع ارقام العدد شو ارقام العدد الارقام هي الرموز اللي ميكوني للعدد داخل المبنى العشري اذا شو الارقام هي ستة زائد واحد زائد اثنين اذا انا اخدت بس الرقم من دون قيمته يعني اخدت الستة جمعتها مع الواحد ومع اثنين اذا طلع عندي جواب الجواب تسعة اذا التسعة يقصم على ثلاثي وبالتالي هذا يدل انه العدد كله ستمية واثناش يقبل القسم على ثلاثي يعني ستمية واثناش ما في داعي اروح انا اكتب ستمية واثناش على ثلاثي وافحص اذا ظل عندي باقي ولا لا بكفي اني اجمع ارقام العدد ومن هون انا بقدر اعرف انه العدد ستمية واثناش يقبل القسم على ثلاثي من خلال مجموع ارقامه ما الذي نعرفه من قبل شو احنا منعرفه من قبل وليش احنا منستعمل دلالات القسمة تساعد لنا معرفة الدلالات قبلية القسمة أو علامات القسمة على تمييز ومعرفة الأعداد الكبيرة حتى بش من ثلاث منازل من خمس منازل من ست منازل إذا كانت تقبل القسمة على ثلاثي على هذه الأعداد يعني الأعداد صح اليوم نتعلم عن قسمة ثلاثي ولكن في عنا أعداد ثاني قسمة خمسة ستة تسعة بس اليوم نتركز على ثلاثي وراح نشوف انه متوا من قبل بتعرفوا قابلية القسمة على أعداد أخرى مثل كل الأعداد الزوجية احنا سميناها اللي هنها بتقبل القسمة على اثنين إذن في عنا قمان بسغر لي أنه في عنا قابلية قسمة على اثنين اللي هي الاعداد الزوجية كمان منعرف في هاي المرحلة والمرحلة اللي انت موجودين فيها والصف اللي انت موجودين فيه انه كل الاعداد اللي احدها سفر او سفر اسف احدها سفر هي تقصم على عشرة وكذلك الامر اللي احدها سفر او خمسة تقصم على خمسة اذا هاي الشغلات احنا منعرفها او هاي دلالات قسمي تاعة العشرة والخمسة احنا منعرفها سابقا طبعا على اثنين اليوم اتعلمنا اخرى علامة قابلية القسمة او دلالة قابلية القسمة على ثلاثة اللي هي بتقول عندما يكون مجموعة ارقام العدد يقصم على ثلاثة فان العدد نفسه يقصم على ثلاثة ايضا مثل متين وخمسة وخمسين امتركوا مثال قبل شويه ستمية واثناش ايسا عنا متين وخمسة وخمسين اذا بد اجمع ارقامه هي اثنين زائد خمسة زائد خمسة الجواب اتناعش اذا الاثناش هو يقصم على ثلاثة ولهذا فإن العدد 255 يقصم على ثلاثي من هون بعد ما أنا أجمع أرقام الأعدد وشوفوا حتى مجموعة أرقام العدد هو من ضاعفات العدد الثلاثي أو يقصم على ثلاثي فإن العدد نفسه الكبير الأصلي هو يقصم أيضا على ثلاثي هنا في عنا خطأ مقرعي اكتبوا في دفتركم جميع الأعداد التي فيها الجدول والتي تقصم على ثلاثي للتذكير في عنا إيش إذا كان مجموعة أرقام العدد يقصم على ثلاثي فإن العدد يقصم على ثلاثي العدد نفسه يقصم على ثلاثي نأخذ على سبيل المثال مثلا هات نأخذ الـ 64 64 إذا بجمحن عندما بطلع عندي جواب عشرة هل العشرة هو من مضاعفات العدد الثلاثي لا إذن 64 ليس من مضاعفات العدد الثلاثي فهون ما من لونه أو ما من كتبه فضلوا معكم دائتين اكتبوا كل الأعداد الموجود عنكم بالجدول التي تقبل القسم على ثلاثي أو هي من مضاعفات العدد الثلاثي فضلوا حبايبي ترجمة نانسي قنقر 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 طيب حبايبي بعد ما خلصتوا وسجلتوا عنكم بتأمل انكم حصلتوا على الإجابات الصحيحة هادي نشوف افحصوا إجاباتكم طبعا الأعداد أو الخنات الملونة باللون الخضراء هي الأعداد التي تقسم على ثلاثي بدون باقي هادي نرجحها مع بعض بصورة سريعة بس أنت كمان أستاذ افحص وين إذا كان عندك أخطاء وين كان الخطأ تبعك نطلع ثلاثمائة وثلاثي من فوق نبلش ثلاثمائة وثلاثي إذا بجمع حين عندي مجمع الأرقام بطلع مجموحين ستة ثلاثي زائد سفر زائد ثلاثي مجموع ستة إذا ستة نعرف كل ياتنا إنه مضاعفات العدد الثلاثي ننتقل عن مية ستة وعشرين ستة زائد اثنين زائد واحد الإجابة تسعة أيضا التسعة هي من مضاعفات العدد الثلاثي أربعة زائد ستة عشرة زائد اثنين اتناش اتناش من مضاعفات العدد الثلاثي ولهذا فإن أربعمية وثنين وستين أيضا من مضاعفات العدد الثلاثي نطلع مية وثماني 108 أيضا إذا بجمع أرقامه أرقام العدد 108 بيطلع عندي 1 زائد 8 لجابي 9 أيضا من مضاعفات العدد 3 96 أيضا 15 مجموعة أرقام 96 15 يقصم على 3 إذن 816 أيضا 8 زائد 1 9 زائد 6 15 أيضا من مضاعفات العدد 3 75 كذلك الأمر مجموعة أرقام 75 هي 12 إذن من مضاعفات العدد 3 42 أيضا إذا بجمع الأربعة زائد 2 لجابي 6 كمان من مضاعفات العدد 3 وكذلك الأمر 87 مجموعة أرقام 15 إذن من مضاعفات العدد 3 573 مجموعة أرقامها أيضا 15 5 زائد 7 12 زائد 3 الإجابي 15 إذن أيضا من مجموعة من مضاعفات العدد 3 990 إذا بجمع 9 زائد 9 هي 18 أيضا من مضاعفات العدد 3 إذن يقبل قسمة على 3 ممتاز كمان تمرين عنا هون في عددين في كل عدد خبينا منزلي معينة أو رقم معين بدي منك أو منك أستاذ إنك تكمل الأرقام الملائمة في المنزل الناقصة بحيث نحصل على عدد يخصم على 3 بدون باقي اتذكروا إنه إذا كان مجموعة أرقام العدد يخصم على 3 فإن العدد يخصم على 3 معكم ديتين حاولوا حلو التمرين لقدامكم فضل حبايقي شكرا 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 طيب حبايبي بتمنى إنكم حليتوا الإجابة الصحيحة إذا بتلاحظوا وبتأمل إنه المعظم لاحظ شغلي معيني إنه في عندي أكثر من إمكانية للحل أنا خدت الإمكانية واحدة من الإمكانيات اللي هي إذا بحط محل الخاني الوسطى بين الـ 500 الـ 500 والثلاثة بحط الواحد بطلع عندي الإجابة 513 513 هل هي من مضاعفات العدد الثلاثة أو تقبل القسمة على ثلاثة أو بدون باقي طبعا طبعا صحيح ليش؟ لأنه إذا بجمع الأرقام 5 زائد 1 زائد 30 الإجابة هي 9 مجموع الأرقام 9 في إذن العدد كله يقبل القسمة على ثلاثة طيب هنا هل في عنا إمكانيات أخرى؟ بتمنى إنكوا لقيتوا كل الإمكانيات بس بالرغم من هيك رأطيكوا أخرى دقيقة تحاولوا تجدوا جميع الإمكانيات اتفضلوا حبايبي حاولوا إيجاد جميع الإمكانيات وراح نطيكوا استراتيجية للحل اللي تعرفوهن كل ياتين بدون ما يكون عنا نتحذر للإيجابة اتفضلوا حبايبي ترجمة نانسي قنقر طيب ممكن أنا ألاقي جميع الإمكانيات طبعا إحنا وصلنا لنتيجة إنه إذا مجموعة أرقام العدد هو من ضعفات العدد الثلاثة فالعدد كله بنسبة ثلاثة فأنا شو الإمكانيات اللي عندي اللي أحطها في المنزل الناقصة طبعا هي من سفر لتسعة أنا لقيت أزغر إمكانية أو أزغر عدد ممكن أضعه ويكون عندي مجموع الأرقام من مضاعفات العدد الثلاثة وهو الرقم واحد فهون أنا بزيد على الرقم بزيد أخرى ثلاثة ليش؟ عن شان أحافظ على مجموع الأرقام يكون من مضاعفات العدد الثلاثة فإيش بكون عندي خمسمية وثلاثة إذا بزيد أخرى ثلاثة على الواحد بسير خمسمية وثلاثة واربعين يعني الأربعة مجموع الأرقام الاثناش بد أزيد على الأربعة أخرى ثلاثة عندي خمسمية وثلاثة وسبعين وهيك بكون أوجدت جميع الإمكانيات ليش جميع الإمكانيات؟ لأن إذا بزيد على السبعة أخرى ثلاثة شو دسير عندي؟ عندي عاشرة إذا العاشرة ما بقدر أدخلها في منزلي إنها هي أصلا مكونة من رقمين حلو ممتاز هات نكمل لإيجابي الثاني اللي كانت عندنا كان عندي خمسمية وتساطاش آسف عندي كانت تساطاش شو أظهر إمكانية ممكن تكون طبعا هاي بيش أظهر إمكانية إذا بنطلع عليه أنا أخذنا الواحد والتسعة تساطاش خمسمية وتساطاش في عندي اللي قبلها هي 200 و تساطاش اللي هي مجموعة الأرقام اللي بيطلع عندي إطناش و عندي خمسمية و تساطاش و قالنا 200 و تساطاش اللي قبلها 200 و تساطاش هتسجلها عنكم على اللوع إذا عندي كمان المتين وتسعتاش كمان هذول قديش مجموع الأرقام إذا بأخذهن بجمحين عندي اثنين زائد واحد زائد تسعة الإجابة اثناش إذن هذا العدد يقبل القسمة أيضا على على ثلاثة بدون باقي وهيك بكون عندي كمان هون ثلاثة إمكانيات في الإجابة الأخرى إذن هاي الإجابة الأولى إذا أنا بأخذ اثنين بزيد عليها ثلاثة بيطلع عندي خمسة بزيد أخرى ثلاثة بيطلع عندي ثمانية طيب هات نجمل شو تعلمنا لحد الثلاثة تعرفنا على دلالات قابلية القسمة على ثلاثة لمنقوم بجمع أرقام العدد وهيك بنعرف إذا مجموعة أرقام العدد هي مضاعفات العدد الثلاثة فالعدد نفسه هو أيضا من مضاعفات العدد الثلاثة تمرنا على معرفة دلالات قابلية القسمة وأنطينا عدة تمارين مختلفة من خلال جدول من خلال إذا عندي منازل ناقصة أو من خلال الحفل اللي كان عندنا في البداية وإسا عنا التلخيص وطبعا رح يكون عندنا أخرى تدريب إضافي مع بعضها رح نسويه ما رح أخليكو وظيفة للبيت رح نحلها كل ياتها مع بعض اليوم إذا نوصل لنهاية الدرس اليوم عندنا السؤال الأخير اللي هو تدريب لإلكو بفضل أنه تسطر عندك بالدفتر وتساوي نفس الجدول الموجود عندك وتنسخ الأعداد اللي داخله وتلون الأعداد اللي هي أو الخانات اللي موجود فيها الأعداد اللي هي تقبل قسمة على ثلاثة طبعا استعمل استراتيجي اللي تعلمناها اليوم هي جمع الأرقام تضلوا معاكو ثلاث دقائق ونرجع بس وراح أفرجيكو الإيجابي النهائية تضلوا حبايبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طيب حبايبي نرجع بتأماننا إنكو عم تنسخوا الجدول وذا اتممتوا نسخوا طبعا هنا راح عندنا يكون إيجاد الحل بسرعة بس عندنا جمع الأرقام والفحص النتيجة آخر إشي راح تحصل عليها بهذا الشكل اللي هي كالقلب وهذا بدل على حبي لإلكم ويعطيكوا ألف عافية وبتمنى إنكم استفدتوا اليوم من درسنا قابلية القسمة واستعملوها كثير جمع الأرقام لمضاعفات العدد ثلاثي ويعطيكوا ألف عافية وشكرا جزيلا لإلكوا على الاستماع في هذا الدرس ويعطيكوا ألف عافية وعلى أمل اللقاء في دروس قادمة باي حبايبي